اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقتنا جديدة من برنامجكم حديث حراقي نستكمل حديثنا في هذه الحلقة قبل حلقتين عن الوضع السياسي المتأزم في العراق وهو متأزم منذ عام 2003 لحد الآن لكن الآن وصل إلى حصاد هذه الأزمات جزء من حصادها والتي تنعكس على المناطن وهو على الشارع بعد كل الذي جرى عاده مرة أخرى وعاد مصطفى الكاظم الحديث بإحاء من خارجي أمريكي بلطاني معرف منه إيراني إلى حوار طاولة مستديرة هذا الحوار الوطني اللي تحدثنا عنه بالحلقات السابقة طاولة مستديرة ونبعد كل نبيها وكذا ومشرة خرجت برقيات التأييد من الحلبوسي ومن هذه العامري ومن عمار الحكيم ومعرف منه والمالكي وإيران والسفير البريطاني والسفارة الأمريكية السفيرة الأمريكية والخارجية الأمريكية ومعرف منه أي دون هذا الحوار وكأن نفتح الفتوح أي حوار العالم تعرف أن حواراتهم لن تفضي إلا إلى توزيع المكاسب وإلا إلى كارثة كبرى تحل بالعراق الكل لا يريد مصلحة العراق الحقيقة لهؤلاء الذين يحكمون والذين يرعون هذه العملية السياسية كلهم يريدون العراقا ضعيفا مدمرا ممزقا هذا واقع الحال وبالتالي هذا حوار الطرشان يعني الشعب ما لا علاقة بهم من يحاور من ما ما أعرف يعني هذا يسمون حوار وهو مو حوار سوى توزيع مكاسب من جدة وجديدة وهذه إلك وذي شي إلك وإنتش قد قسرت وانش قد عوضك وما يخالف وأبو سراسك وأبو سراسي قضية الوطن ويخلون الوطن يعني على هذه الطاولة المستديرة اللي يتحدث عنها مصطفى الكاظمي وبدوني قسقصون بجدته طبيعي ووصولوا إلى تحاورون يقولون يعني نوصل إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة مثل ما يتحدث العلبوز يتحدث والحلول على طاولة الحوار ونوصل إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية معدد وما دخلت انتخابات ست انتخابات ما ساوه وصار شنو النتيجة شنو اللي سويتو انتو تعترفون انتو تسويتو بالبلد كلكم كل هاي قوى العملية السياسية تسويتو بالبلد اشقد نهبتو من البلد اشقد دمرتو هذا البلد تعترفوه شنو ذنب المواطن هذا العراقي بعد عشرين سنة ينتظر منكم شو كنت تتوافقون وشو كنت تسوين انتخابات وتعالوا تسوقون الشعب والله بالقوة تعالوا انتخبونا وما يميجي الشعب وتزوروها ونقولون انتخبونا وبدل 12-13 بالمئة اللي يشاركوا وتقولون ان الشاركة و40 بالمئة والصفار الامريكية تأيد وما عرفوني يأيد والاتحاد الاوروبي يداز للجنة يضحك على نفسه ما دي يضحك علينا يأيد ويقول ايه ببيان اللي يشاركوا يا بشو نعسبتهم ما ادري هو يقول والشعب كلما شارك ولي شاركت ميليشيات وعصابات وقوة امنية وبالتالي نفس القضية واذا يعني بعدها ظهر مقتضى الصدر في خطاب اليه وتحدث عن يعني الحقيقة قال قال انه يعني تحدث عن شغلات قال انه هذه الطاولة المستديرة ما نقبل بها الحقيقة موافق عليها قال سوي انتخابات مبكرة مشاكم بها كل القدمة كل اللي يعني منجرب لا يجرب هذا الحديث ما لهم وهذه الانتخابات تفضي الى قوة جديدة ولم يتحدث طبعا في خطابة هذا عن تغيير الدستور ولا عن عملية سياسية مثل اول بيانب لا اعرف لماذا يعني هل تجاوزوها انتهت لا اعرف هناك اسئلة كثيرة لكن هو تحدث عن انتخابات مبكرة وعدم يعني قالوا له احنا تحاورنا وياهم سابقا المفاتر طيب اذا رفضت مبادرة الكاظمي هذه طاولة المستديرة وقال انه يعني نسوي انتخابات مبكرة طيب اذا سوت انتخابات مبكرة بعد سبع ثمانة شهر وسنة صير انتخابات مبكرة ويبقى العراق في وضع سائب بحكم واحد مثل كاظمي نفس الشي نفس المصيبة استمر هاي الحكومة ما تدري تصريف اعمال ما تدري وهم يقول لنا انجازات ويقول لنا حققته لكم ويقول لنا العراق تعافى وهذا الكلام الكلام اللي ما تفتهم من عنده يعني وين رأسه وين نهايته ما تعرف ولماذا يتحدث به بهذه الطريقة ولمن هذا الخطاب واهل العراق يعرفون الحقيقة والناس يزدادون فقرا وضيما والوضع يزداد تأزما والفوضى تزداد ومن يمسك الوضع الوضع سائب جدا وهذه القوة رفضتها طبعا رفضت هذا الكلام رفضت هذه الانتخابات وكثير من قوى العملية السياسية ترفضها الانتخابات عليش يقول لك انا اروح انتخابات ما انتخابات يعني دخلتها وخلاص اخلت مقاعدي وخلاص ترجعونا الانتخابات قاطل اخماري تاني يعني نرجع الى الوضع السائب هذا الوضع اللي بلا ملامح احنا صار ان من ثورة تشريل لحد الان قتبته الشباب بثولة اكثر من الف شاب وجرحته 30 الف حتى دخلونا بوضع سائب دخلو العراق بوضع سائب وضع لا هو لا هو للجنة ولا هو للنار يعني فد منطقة بين الجنة والنار وهاي ما موجودة بس عدكم بس بالعراق انا موجودة فد منطقة غريبة عجيبة وسائبة لون رمادي متعرف شنو سائب كل شي الامن سائب السياسة السائبة فوضى في كل شي فوضى اقتصادية الكل يتحدث بهذا الشيء ولا حدث وعدنا الى ما كنا عليه سابقا سكننا الموضوع وعلاجات غريبة عجيبة الثورة تضرب بيد من حديد هذه الثورات الثورات عندما تقوم انتما قلتم الثورة الثورة تنجز الذي هي مشروع ومشروع حنباشر من تتأخر الثورة سقطت الثورة تهد الثورة من تتأخر باتقاد افعالها انا ذاهب لتحقيق ثورة مباشرة وحدد كيف مشروعي ما هو مشروع ما هو المشروع اقول واحد ثانين ثلاثة اربعة خمسة ستة وخلي الناس الآن نعم حديث حدث عن ما قبل بالنقاشات نحاسب الفاسدين بما فيهم التارسل نعم هذا هذا ماشي طيب لكن العودة الى وضع انتخابات مبكرة مرة اخرى وهذا الدخل وهذا نعرفه وذاك من عرفه وهذا شارك وذاك مشارك والخلافات وهذه القوة ما ترفض وذيجة ترفض واذا بين في وضع من اسوأ ما يمكن من اوصلنا لهذا الوضع؟ الذين قبلوا احتلال العراق الذين وافقوا على احتلال العراق الذين وضعوا ايديهم بيد الاحتلال الامريكي الذين قبلوا بفتوى عدم مقاومة الاحتلال الامريكي هؤلاء الذين يتحملهم نسؤولية الآن امام الله وامام التاريخ وامام الشعب العراقي هذا الوضع ليس جديداً هذا نتاج ما حصل في عام 2003 دعكة من نظام ديكتاتوري وغير ديكتاتوري انتوا عراقيين وانتوا تغيرون وانتوا كل شي تقدرون نسوه لكن انا تجيبون الامريكي وتقولون هذا جيش تحرير وصفوا قوله وتهللوله ودخنوا دباباته وتدخنوا نوية ويأسسلكم عملية سياسية ويقود البلد السنة بول بريمر واحد امريكي ويسوي لكم دستور وتهللوا له وصفوا قوله ومجلس حكم ومحاصصات ويكتب لكم دستور هذا جيش مقبولة الان نتاجها الان يحصد تحصدوا النتاجها ويحصد الشعب العراقي مع الاسف الشديد كل الكوارد تقى على رأسه مع الاسف الشديد الوضع في اسوأ ما يمكن العراق على مفترق طرق الحقيقة لا نستطيع ان نقذب عليكم ونقول ان الوضع يعني يمضي الى الاحسن لا الوضع سيء جدا والعراق في خطر وهؤلاء جميعهم يتأمرون على العراق قوى خارجية قوى دولية وقوى اقليمية تتآمر جدا على العراق ليبقى ضعيفا ليبقى مخربا ليبقى في اسوأ حالاته واهل العراق هم من يدفعون الثمن وهؤلاء الذين يحملون السلاح في كل مكان يدافعون عن مكاسبهم وعن اموال وعن النهب وعن الخراب وعن الفساد هذا واقع الحال لأسف الشديد وسنكمل الحديث في الاسبوع القادم ونتمنى ان تكون هناك فرصة نتحدث بلغة اخرى غير اللغة هاي السوداء اللي نتحدث بها الان ربما نجد ضوءا في اخر هذا النفق المظلم للعراق يعني عقود صار له هو داخل هذا النفق المظلم على اسف الشديد الى ذلك الحين نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته